عامل منظمة أوبيك بزيارة للجزائر نزيد من التفاصيل في سياق تقريف زيان سعدي يبدو أن الجولة الماراتونية التي قدها وزير تقر جزائر نور الدين بوترف مؤخراً إلى كل من إيران وروسيا والعديد من الدول بدأت تثمر بثمارها حيث لأول مرة يترقب أن يحل الأمين العامل منظمة البلد المصدرة للبترول الأوبك الجديد إلى الجزائر لإجراء محادثات قبل الاجتماع المقبل خطوة اعتبرها الخبراء بالمتفائلة ممكن يكون هذا يدخل في إطار تدعيم المشاورات وتبادل الأراء ونحن نعرف أن الجزائر كان لها دور قيادي فيما يخص الأوبك وهذا راجع إلى زمان بعيد قبول الأمين العام للأوبك إلى بلدنا فهذا نوع من يعني يكبر يعني بلدنا البلد تعنا عنده صوته بالنسبة لهذه الدول المصدرة للبترول استمرار الجزائر في تحركاتها في كل الاتجاهات بهدف إنعاش أسعار النفط أفطن الدول الأخرى على مدى أهمية توصل الاتفاق يرضي الجميع عوض السعي وراء تحقيق مصالح شخصية بمناسبة زيارة الأمين العام يمكن أن نقول أن نسبة التفاؤل قد ارتفعت حيث أنه يعني لم نكن نتصور بأن تلك الجولة التي قام بها وزير الطاقة ستؤتي بثمارها وستستجيب أوبك وسيأتي الأمين العام للجزائر إذن كل هذه المعطيات قد يعني تعطي جوا أخاويا من أجل تحسين مستوى الأسعار الجزائر والتي لطالما لعبة الطرف الأساسي في إيجاد حلول لقضايا لم يتفق عليها من قبل ها هي اليوم أمام اختبار صعب آخر فما الذي ستأتي به قديم الأيام في الاجتماع المسبع عقده أواخر الشهر الجاري محليا الآن تعتبر توجهات ولاية غلزان الفلاحية مؤثرة بشكل أو بآخر في الأهداف المستقبلية لوكالة أنساج التي مولت منذ نشأتها أزيد من ستة ألاف مشروع في الشق الصناعي والفلاحي وخلقت أزيد من أربعة عشر ألف منصب عمل وهي تعمل اليوم على خلق مؤسسة ذات طابع مناولة الخاصة بمراكب النسيش وعديد المشاريع العملاقة بالمنطقة الصناعية لإستيدي خطاب والإتجاه نحو تمويل المشاريع لتطوير الاقتصاد الوطني حمزة زروقير صدتالي موّلنا أكثر من ستة الاف وستمائة واربع وعشرين مشروع ومنصب شغل وخلقنا منصب شغل رباطعش ألف وتسعمائة أكثر من رباطعش ألف وتسعمائة منصب شغل لحد الآن منذ إنشاء المكالة بالنسبة للتحسين الأموال لدينا نسبة 70% نلتقي في الساعة الإخبارية لاحقا بي